اشتركوا في القناة وما تلا ذلك من خطوات فعلية في هذا الاتجاه تتوالى ردود الفعل المنددة بهذا التطبيع والتي تعتبر انه لا يصب في مصلحة السوريين بل تهدف انقرة من ورائه لاحتلال وقدم المزيد من الاراضي السورية نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ياسر سليمان قال في تصريحات لوكلة هوار السورية ان الادارة الذاتية ترفض خطوات التطبيع بين انقرة ودمشق محذرا من انه يزيد الامور تعقيدا ويؤدي الى احتلال تركيا اراضي سورية جديدة سليمان اضاف ان هدف الحكومة السورية من وراء التطبيع مع النظام التركي هو تعطيل المسار الديمقراطي واعادة الاوضاع الى ما قبل عام 2011 وفرض سلطة الرجل الواحد بعيدا عن الديمقراطية والتعدذية السياسية وبحسب نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الادارة الذاتية فان الحكومة السورية بعد ان اثبتت عدم قدرتها على الدفاع عن السيادة والاراضي السورية تقدم تنازلات للنظام التركي الذي يسعى لاحتلال المزيد من الاراضي السورية وفي ختام حديثه دعا سليمان السوريين الى نبذ الخلافات والجلوس الى طاولة حوار وطني شامل من اجل التوصل الى حلول ترضي جميع الاطراف بشكل يضمن الحريات والعيش بسلام في سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية بعيدا عن اي تدخلات خارجية لمتابعة هذا الملف من القاهرة ارحب باحمد شيخ وكاتب وباحث سياسي اهلا بك سيد احمد ومساء الخير سيد احمد بداية كيف تتابعون موضوع اليوم هذا التقارب الذي يحدث الذي طبعا بحسب مراقبين يوصف بالمتسارع في الفترة الاخيرة ما هي المتغيرات برأيكم والعوامل المحركة لرغبة تركية او لرغبة دمشق في انجاح هذا التقارب او هذا التطبيع كليا او جزئيا طبعا تحية لحضرتك والمشاهدين القناة طبعا سياق التطبيع او محاولة النظامين اعطاء انطباع بان هناك تحسن في العلاقات طبعا بقناعتي يأتي في ايطار الاولويات الروسية والاولويات التركية ايضا طبعا جزء منها هي نتيجة التداعيات الحرب الاوكرانية ومحاولة روسيا الحفاظ على تركيا الى جانبها ايضا استطيع القول ان النظامين المتازمين في سوريا وفي تركيا ايضا يبحثون عن بعض الانفراجات او عن ضخ اعلامي لمسار التطبيع يعني النظامين سواء كانت النظام التركي لديه مشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية جمع ولديه استحقاقات انتهب خبية قادمة والاضافة لان النظام السوري ايضا يعني بعد كل هذه السنين يعني الفشل هو سيد الموقف والنظام غير قادر على حتى يعني تأمين لقمة العيش وادنى يعني عوامل استقرار في مناطق سيطرته وبالتالي كلا الطرفين طرفين متأزمين ويحتاجان الى هذا التقارب وان كان هناك عوامل والتحديات مختلفة فالاهداف طبعا مختلفة وان كان يتفقون فيما يخص طبعا المسار التحول الديمقراطي في ان كلا النظامين النظام السوري والنظام التركي ايضا لا يرغبان بان يتم تسوية سياسية وان يتم تحول ديمقراطي ضمن الجغرافية السورية بالتالي كلاهما يسعيان الى ادامة الازمة والاستمرارية او حلها وفق ما يريدونها مناسبا طبعا النظام التركي يريد الاستمرار في الاحتلال وان يحصل على الشرعية من النظام السوري في ان يبقى بل وان يقوم بعمليات اخرى وايضا النظام السوري يعني يراهن على ان تكون هناك بعض التحسن في الامور الاقتصادية لكن حسب معطيات هناك يعني تحديات كبيرة سواء كانت تحديات داخلية تتعلق برفض الشعب السوري لهذا التقارب ايضا تحديات قائمة على رفض الموقف الاقليمي والدولي الذي ظهر في الاسابيع الاخيرة بانه موقف رافض لاعطاء شرعية للنظام السوري وايضا هناك مواقف ضغطة على النظام التركي بمعنى يعني الحالة هي حالة يعني غير قابلة للتطبيق في جزء كبير منه وان يعني حاول النظامين يعطانا طباعات بان هناك انفراجة ولكن كون النظامين يعانيان يعني من مشاكل داخلية واقليمية وكان نظامين آيل بقناعة الى الهزيمة والسقوط بعد كل هذا الفشل السياسي والاقتصادي وعلى كافة المستويات وبالتالي يعني سيد احمد عذرني على المقاطعة هنا هل افهم منك بانه يعني بشكل عام انه المصير الواقع ومصير الانقرة ودمشق هو واحد بالتالي هذا ما جمعهما يعني ما جمعهما يعني زكرت الهدف لكل منهما طالفين وان كان يعني يشتركان في بعض الاهداف لا شك المصير لكل النظامين يعني مصير متشابه كون المسار الذي سلكه النظامين في اتباع يعني الوحادية وتطبيق الدكتاتورية والاستمرار على هذا النهج طبعا هو النهج اللاحل والنهج العداء ويعني من المهم ايضا نشير الى ان يعني المطلوب سوريا هو اخراج المحتل التركي وحل الازمة السياسية وتحقيق التحول الديمقراطي لكن عندما يقوم يعني طرف سوري بالتواصل مع المحتل التركي ويعني الطرف الاخر المحتل التركي يريد استغلال هذا التواصل بان يحصل يعني على شرعية او على ازن ازن او على اي شيء يعني يستفيد منه وبالتالي يعني كما قلنا عن بعض اطياف المعارضة التي حملت اجندات تركية بانهم مرتزقة وتابعون وليس لديهم يعني اي ارادة وروح وطنية وبالتالي ايضا استطيع القول ان حتى النظام يعني تبنى الرؤية التركية فسوف ينطبق عليه نفس التعريف الذي ذكرناه سابقا لان يعني كما ذكرت سوريا تحتاج الان اخراج محتل التركي حالة الازمة والتسوية السياسية لا الى لا الى يعني ادامة الاحتلال لا الى اعطاء الشرعية لا الى تطبيق الاولويات بصراحة مصطلح الشرعية استاذ احمد ولو قاطعتك لفتني يعني اليوم هل تقصد بانه اليوم بالمفاوضات يعني للوصول الى نقطة اتفاق بين انقرة ودمشق ان تركيا ستطلب من من الحكومة السورية بانه تشرع اليوم وجودها في المناطق التي تحتلها يعني انتداب شرعي مثلا بالنسبة لتركيا وليس احتلال مثلا وتشرع هذا الموضوع من ثم يتحول الموضوع لحكم ذاتي على اساس انه مؤقت وبالتالي هذه الاراضي تدريجيا تنضم لتركيا هل من الممكن ان يكون هذا هو المخطط طبعا يعني السيناريو التركي او ما تريده الدولة التركية لا شك هو احتلال شمال سوريا بالكامل وما ذكره يعني ياسين اقطاي كان تعبير عن الرغبة الاردوغانية الحقيقية بانهم يريدون يعني سيطرة على ولاية حلب وولاية حلب بمعناها العثماني تشمل كل شمال سوريا هذه هي رغبة حقيقية تركية وكل ما يعني يقوله الاطراف الاخرى بان التركيا ممكن ان تخرج او ممكن ان تعطي بعض الشيء للنظام السوري يعني هذا كلام غير صحيح كون يعني السلوك التركي والعقلية التركية هي عقلية توسعية وحزب العدالة والتنمية يعني لدي خلفية واراء عثمانية يريد التمدد والتوسع بالاضافة الى ان الدولة التركية احتل شمال القبرص من عنذ عام 1994 الى الان هي باقية والان يعني امام السوريين وامام وحدة سوريا هناك تحدي كبير يعني انا بقناعتي هذا يعني السياق الذي يسمينه سياق التطبيع هو سياق احتلال وتقسيم لسوريا وايضا يعني هو سوف يمهد الى تدعيات سلبية على مجمل الجغرافية السورية في كون يعني تركيا لن تعطي شيء لسلطة السورية بل بالعكس تركيا سوف تحاول استغلال السلطة السورية وان يعني اظهرت بعض البيانات او التصريحات من قبل المسؤولين الاتراك بانهم يحافزون على واحد الدولة السورية وعلى سيادتها وعلى يعني ما يقولونه من الجمع الانشائية لكن الحقيقة تقول ان تركيا هي ماضية في عمليات التتريك ماضية في بناء المستوطنات التي يقومون بها يوميا في مدينة عفرين في المدن الاخرى ويعني من يريد ان يفهم العقلية التركية او مسار التطبيع او مسار اللقاءات عليه ان ينظر جيدا الى الواقع الموجود الى تحالف جبهة النصرة في الكثير من الامور مع الدولة التركية وتبعياتها لها اضافة الى يعني ما تمارسه حتى اليوم السلطة التركية كل الامور على الارض الواقعية يعني تكذب ما تصرح بها السلطات التركية وبالتالي يعني احنا او الشعب سوري بمجمله امام التحدي كبير بل المنطقة برمته يكون يعني مناطق الاحتلال التركي هي ايضا مناطق لداعش مناطق جبهة النصرة وهذه الجزئية يعني تهم كل دول المنطقة كون يعني اعطاء او تساهل مع الاحتلال التركي سوف يكون يعني اعطاء قبلة للحياة مرة اخرى لهذه التنظيمات الارهابية وحتى لخلايا الداعش ورأينا يعني مع هذه اللقاءات كيف ان خلايا الداعش نشطت وقامت بهجمات عديدة سواء كانت في الرقة او في المدن الاخرى وبالتالي يعني التحدي على الارهاب ايضا يستفيد من هذه اللقاءات بالاضافة الى ان هذه اللقاءات بقناعة هي لن تكون يعني في صالح السوريين ولن تكون كون يعني احدة الاطراف هو طرف محتل ويريد يعني الاستفادة من وضع او من ضعف الدولة السورية يعني يعني معروف اليوم النظام التركي برجماتي ولكن على ما يبدو بانه في هذه المرحلة هو ابعد من البرجماتية طيب ما الذي يحسم اليوم ملف التطبيع بين دمشق وانقرة هل هي الظروف الدولية ام الملف الانتخابي يعني هناك امور كثيرة ومنها يعني الفاعلين الدوليين المتواجدين على الساحة السورية كون يعني التحالف الدولي موجود ويعني لديه اولوية في محارب الداعش وفي حماية مكتسبات حرب على الداعش بالاضافة الى ان يعني مسار اسيتانا الذي كان سولاسيا يحاول هنا لافو تحاول يعني روسيا وتركيا اخذ مسار اسيتانا الى سياق اخر وهذا لن يكون لافو وهذا لن يكون طبعا وهذا لن يكون يعني مقبولا بشكل كامل من قبل الطرف الايراني يعني هناك التحديات الداخلية بالاضافة الى ان الشعب السوري رافض ويرفض سواء كان في شرق الفراط او في غربه او حتى في مناطق نظام يعني هناك ضمن حتى الدولة السورية بعض الاطراف ترفض هذا التقارب بمعنى يعني الغالبية العظمى من السوريين يرفضون اعطاء شرعية للمحتل التركي او للتوافق معه قبل ان ينسح من كل الاراضي السورية وقبل ان يحاسب يعني على جرائمه ودعمه لداعش والقاعدة ايضا اضافة يعني العوامل الاقليمية والدولية بقناعة لن تعطي او لن تتساهل مع هذا السياق او بناء سياق جديد مختلف عن الشرعي او القرار الدولي 2245 يعني حتى الدول العربية والجامعة العربية اضافة الى ان الدول يعني المؤسرة في الملف السوري بقناعة لن يرضو بهذا التقارب كون هذا التقارب يعني هي هو اولوية روسية واولوية للنظام التركي بالاضافة الى انها حتى يعني النظام السوري يعني في جزء كبير منه بقناعة يعني هو اضطر الى قبول الضغط الروسي الى حد كبير لزهاب الى هذه اللقاءات وليس هناك مؤشرات كثيرة تؤكد أن هذه اللقاءات تكون ناجحة بل غالبية المؤشرات تقول أن هذه اللقاءات لن تأتي بجديد في سياق حل الأزمة السورية بل ستعيد حالة الصراع والاحتكاك بين الأطراف السورية ورأينا حدة الاستقطاب الذي من الممكن أن يستمر بل أن من الممكن أن تتشكل جبهات معارضة قوية ضمن سوريا ضد النظام السوري وهذه أيضا نقطة تضاف إلى النقاط الخلافية داخل الأزمة السورية وبالتالي واجب أن نقول الحل هو تفاوض الدولة السورية أو الحكومة السورية مع الأطراف الفاعلة والأطراف التي حمت السيادة السورية ودافعة وحدتها وليس مع الأطراف التي ما زالت تحتل سوريا وتريد احتلال مزيد من هذه الأراضي نعم أشكرك جزيلا شكر على كل ما تفضلت به من القاهرة أحمد شيخو كاتب وباحث سياسي مشاهدين الفاصل قصير ونعود لمتابعة ملفات حديث اليوم موسيقى 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 موسيقى